الفنانة الجميلة سندريلا الشاشة المصرية والعربية الفنانة الكبيرة سعاد حسني هي أكثر فنانة محبوبة على مستوى العالم العربي وقدمت لنا أعمال كتيرة متنوعة ومختلفة وكانت طبعا فنانة جميلة جدا في أدوارها وفي أداءها كانت لها أخت ضع صباح في هذه الفترة من كتر حبها في التمثيل حببت أختها في التمثيل وهي كانت أختها نفسها تخوض عالم الفن وطبعا صباح هي الشقيقة الصغرى للفنانة الجميلة سعاد حسني فسعاد حسني تكبرها بسلاث سنوات وهي كانت أصغر منها سنا وحبت المجال جدا وكانت هتخوض التجربة ولكن طبعا القدر لم يمهلها أن هي تمثل فهي توفت وهي عمرها عشرين سنة فصباح من موليد عام 1945 فهي الأخت الشقيقة للفنانة سعاد حسني والأخت غير الشقيقة للفنانة نجات وطبعا كانت سعاد في هذه الفترة هي مسالها الأعلى وكانت شايفة أن سعاد هي اللي بتتمنى أنها تكون زيها لأن هي كان في هذا الوقت سعاد عمرها تلاتة وعشرين سنة وهي كان عمرها عشرين سنة لما توفت وكانت قبل الوفاة كانت نفسها أن هي تمثل وتعرض عليها أدوار كتير جدا بس هي كانت بتخاف من الفشل وكانت كل مرة بترفض أن هي تمثل وفي هذه الفترة مخرجين كتير نصحوها أن هي تلتحك بالمعهد العالي للفنون المسرحية عشان تكون محترفة وأن هي تقدر تكمل في مجال الفن بشكل فيه احتراف وفعلا كانت هي هتقدم في المعهد العالي ولكن لم يمهلها القدر وفي عام 1965 أصيبت في حادث سير مروع وهذا الحادث أدى إلى وفاتها في الحال لأنها كانت إصابات بالغة جدا وتوفيت على أثرها وكانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة للفنانة الجميلة سعاد حسني وأختها نجات لأن طبعا كانت زغيرة جدا وكان نفسها أن هي تكون فنانة وكان عندها أحلامها وطموحاتها وهي كانت بتشبه الفنانة الجميلة سعاد حسني إلى حد كبير وكل اللي كان بيشوفها بيقول أنها فيها ملامح كبيرة جدا من الفنانة الراحلة ولكن القدر لم يمهلها بأن تحقق هذه الأحلام الفنية التي كانت في خيالها وتوفيت في 8-8 عام 1965